اشتركوا في القناة وتحياتي لكم مع أولى الأخبار وهو خبر غير صر وتوفيت النائبة التونسية محرزية العبيدي توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 22 يناير 2021 النائبة بمجلس نواب الشعب بمحرزية العبيدي بعد صراع مع المرض الفقيدة هي قيادية بحركة النهضة اشتغلت كمترجمة في فرنسا قبل أن تعود إلى تونس بعد الصورة ويتم انتخابها كنائبة أولى لرئيس المجلس الوطني تاسيسي مصطفى بن جعفر رحمه الله وغفر لها ونقدم لكم من قناة صحافة وعلام نبزة سريعة عن هذه النائبة محرزية العبيدي معيزة ولدت محرزية العبيدي في 17 ديسمبر في المزيرعة من ولاية نابل في تونسية سياسية ومترجمة فورية تونسية فرنسية هي قيادية بارزة في حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي نائبة عن دائرة نابل الثانية الانتخابية عن حركة النهضة النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التاسيسي في تونس وتولت المنصب من 2 ديسمبر الماضي وعفوا وهي في المنصب من 22 نوفمبر 2011 حتى 2 ديسمبر 2014 من قبل نائبة سابقة ورئيس المجلس الحالي هو مصطفى بن جعفر والحالي أيضا نائب الأول لرئيس المجلس النواب الشعب تونسي هو عبد الفتاح مورو نائبة تأسيسية في دائرة فرنسا الأولى لانتخابية عن حركة النهضة في المنصب من عام 2022 نوفمبر 2011 حتى 2 ديسمبر 2014 وهي محرزي لابيدي من موليد 17 ديسمبر 1963 العمر 57 عام المزير على ولاية نابل تونس تاريخ ومجال العمل أدب إنجليزي رئيس الشبكة العالمية نساء مؤمنات من أجل السلام منذ عام 2006 هذه الأنباء تأتيكم من صحافة وإعلام درست محرزي لابيدي في المعهد السنوي المختلط في كرنباليا أين تحصلت على شهادة البكاروريا في عام 1982 بعد ذلك انتقلت للدراسة إلى دار المعلمين العليا بسوسة حتى عام 1986 بعد ذلك سافرت إلى دار المعلمين سافرت إلى باريس مع زوجها الذي يعمل مهندسا في الاتصالات لتدرس في المدرسة العليا للمترجمين الشفويين والتحريرين في السوربون اختصاصها كانت ترجمة الاقتصادية والقانونية تحصلت العبيدي على شهادة ماجستير في الترجمة والدراسات المسرحية عام 1992 وبدأت تدرس الترجمة في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في ساندوني في دواحي باريس تقوم حرزي العبيدي بإرقام وحضرات حول التربية في المجتمعات متعددة الثقافات المراءة الدين المجتمع كذلك تنشط معاديان من أجل السلام ويموظمة منظمة دولية غير حكومية معطرب بها لدى الأمم المتحدة ترأس كذلك في عام 2006 شبكت نساء مؤمنات من أجل السلام في عام 2009 أصبحت عدوة في المجلس الأوروبي لزعماء الدينيين محرزي العبيدي تعارض لبس النقاب في الأماكن العامة في فرنسا ولكن لا تعارض في تونس ترشحت محرزي العبيدي لانتخابات 23 أكتوبر 2011 وفازت بمقاعد في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة في دائرة فرنسا الأولى الانتخابية في 22 أفنبير 2011 تم انتخابها كنائب أولى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بكونها هذا المنصب إذا عدويتها في مكتب المجلس لا يحق لها عدوية اللجان ترشحت مرة ثانية الانتخابات 26 أكتوبر 2014 وفازت بمقاعد في مجلس نواب الشعب عن النهضة ولكن هذه المرة في دائرة نابول الثانية الانتخابية في هذا المجلس هي رئيس لانتشه يريس لانتشهون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين وعدوة لانتشه الشباب والشهون الثقافية والتربية والبحث العلمي العبيدي هي عدو مجل شورى حركة أبناء تقيم عائلتها في فرنسا مؤلفاتها إبراهيم استيقز لقد أصبحوا مجلس مع لوران كلاين دار نشر باريس 2004 الديانة هي تعم هل تم تمكن أن تجعلنا سعداء مع ميشال في سفراتي والويب وبرنو دار نشر باريس 2014 هل يوجد شيء بعد الموت مع كلود غوفري وسيريل جافاري والأن هزيرو 2004 سيباريس الديانات في مواجهة قضايا الحياة مع جوزيف بويور وباتريكول وجوزيف هورفر ولورون كلاين في عام 2005 أسس الحياة دليل التربية مع جوزيف هورفو ولو نفس فريق العمل في 2006 الديان أنمط الحياة نفس فريق العمل 2011 مقارات زا تصل حركة النهضة تونس حركة النهضة هي الحركة التاريخية التي تمثل الطيار الإسلامي في تونس والتي تأسست عام 1972 وأعلنت رسميا عن نفسها في 6 يونيو 1981 لم يعترب بالحركة كحزب سياسي في تونس إلى في 1 مارس 2011 هذه المعلومات التي قدمناها اليوم عن النائبة التونسية محرزية العبيدي معيزة الاسم الكامل محرزية العبيدي معيزة وهي النائبة التونسية التي غادرت حياتنا اليوم إلى وجه رب الكريم الجميع اليوم يكتبون عنها الجميع يدعونها الجميع يكتبون عن صفاتها وعن أعمالها الجميع يتحدثون عن سيرتها الزاتية الجميع يكتبون عن أسباب مرضها ومعانتها مع المرض الجميع يتحدثون عن حسن السير والسلوك والأعمال الطيبة الخيرية التي قدمتها للوطن وقدمتها لبلادها هذه الشخصية المتميزة نتقدم من قناة صحافة وإعلام إلى الشعب التونسي وإلى أسرة الفقيدة بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة والمؤساة في العزاء وخالص العزاء لأسرة الفقيدة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها أن يرحمها أن يسكنها في سيح جناته اللهم أمين آمين يا رب العالمين وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة